عندنا اتصال عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته سيد فدو أروح لك احنا الموظفين البدنيين نعم يعني كلها رجعت بس احنا ما رجعنا صح وعندنا ظروف يعني انا بسبب الارهاب انا طلعت تاريخ فسخ العقد ما لتك شوكت ولا زحم عليك فراس تاريخ العقد ما لك شوكت فسخ العقد قبل يعني وراء جوه 2014 نعم فسخ العقد تاريخ فسخ العقد جوه 2014 يعني قبل 2014 2011 2011 2014 لا قال 2011 2011 اموما احنا خلنا نطيق فتصورة انت تعرفها الموظف المدني ضمن قانون المدني الاداري الموظف اللي يغيب مثلا جد غيابة عشر تيام وخمسة عشر يوم نعم وبعد يوصل للي خمسة عشر يوم ضمن القانون المدني الاداري طيب حكما يعتبر نفسه العقد نعم ماشي نعم هو يعرفه يجوز نعم فموضوع الافراد المدنيين اكو شغل عليهم واعتقد انه اكو يعني انشاء الله نقول اكو فتخير باتجاه خلال من ايام القادمة فحل يصبر شوية وما اعرف انه هو يجب ان يكون ضمن الضوابط ضوابط العودة اللي من تاريخ يعني ضمن الوجبات هو من عشرة ستة لكن احنا نعمل خير طيب اللي اللي مثل حالة في راسل عفو اشلون يقدرون يعرفون معلومات اشلون يقدرون يعرفون اشلون يقدرون يعرفون اشلون موجود تمام هل اكو رقم للتواصل اكو مثلا دوائر معنية اولا اكو رقم نزلنا هو رقم شكاوي تابع الى مديرية الاعلام والتوجيه المعنوي نعم بالامكان اتصال بيدخلونا على موقع الوزار الرسمي نعم وصفحتنا في الفيسبوك نعم وايضا بتويتر نعم وايضا وزعنا هذا الرقم ان يتصلون عليه هذا يكون من ساعة تسعة صباحا الى ساعة ثلاثة العصر نعم الى نهاية الدوام وممكان ان يتصلون يعرفون كل التفاصيل او نعم اراجع استعلامات وزارة الدفاع موجود الممثلين من كل دوائر وزارة الدفاع نعم وهو بالنسبة اليه ممثل المديرية العامة الافراد فقط ينطئس ميتو التفاصيل المادة طيب ان شاء الله